أعتقد أن العالم بدأ يصح من جديد على النكبة التي يعيشها شعب الفلسطيني في طل احتلال إسرائيل متواصل على مدار 75 عام وتهويد للأرض وقدم هذه الأرض هذا الأمر الذي دع العالم لأن يبدأ بالتفكير من جديد وخاصة بعدما سقطت الرواية الإسرائيلية في المحافل الدولية وبدأت الرواية الفلسطينية تنتشر بأن هناك شعبا لازال يخضع لهذا الاحتلال المجرم الذي يمارس كل ما يتعلق بالجرائم الدولية والتي نص عليها القانون الدولي بدأ هذا الاحتلال بممارستها ومارسها على الشعب الفلسطيني من هنا كانت بدأت الدعوات في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأن يكون هناك دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني يعيش كبقيط شعوب الأرض في هذه الدولة ولكن دائما البيتو الأمريكي كان حاضرا في مجلس الأمن استطعنا في عام 2012 أن يكون هناك اعترافا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب وفقا للقرار رقم 19 على 67 لسنة 2012 والذي اعترفت به 140 دولة ولكن عندما بدأنا بالمطالبة بأن تكون دولة فلسطين دولة كاملة العضوية جبهنا بالبيتو الأمريكي لأن القانون بداخل هيئات الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن للجمعية العامة للاعتراف بدولة كاملة العضوية ولكن بدأ العالم ينظر باتجاه آخر بضرورة فكرة حل الدولتين الذي بالأساس قامت عليه حمليات السلام في المنطقة وخاصة قرار مجلس الأمن 242338 والتي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 67 وخاصة الأراضي العربية قطاع غزة والضفة ومدينة القدس الجولان السوري والعديد من المناطق مما دفع لأن يكون هناك مطالبة لأن الحلول الأمنية التي تتخذها دولة الاحتلال هي في كل عام يتم تفجير صراع في المنطقة دون الوصول إلى حل نهائي يفضي إلى نهاء الصراع